ازيكم عاملين ايه الاول مرة يتبعني انا هدير بعمل فيديوهات اعادة تدوير وهندميد بطرق مختلفة وجديدة زي ما انتو شايفين النهاردة هنعمل مع بعض السنية الترندي جدا دي بطريقة سهلة وبسيطة ومن اعادة التدوير وهنعمل كمان الكنديجار الرمضاني ده برضو بطريقة سهلة وبسيطة ومن اعادة التدوير تعيروا لما نشوف مع بعض اول حاجة احنا احتاجنا ايه عشان نعمل السنية زي ما انتو شايفين ده كان زي فريم كده او طابلو موجود عندي وخلاص ما بقاش ليه لازمة جبته كسيته بكستر الاطباء الحصيرة اللي انتو طبعا عارفين ان انا مش بستغنى عنه شغله حلوة جدا بيدينا نفس شكل الخشب المهم ان انا كسيته وسبته بالشمع وبعد كده قصيت الزيادات وبعد كده جبت خيط الخيش ولفيته على الاطار بالشكل اللي انتو شفتوه ده وحبيت بقى ان انا المرة دي اعمل يعني الخيط التاني يعني انا عملت طبقة من الخيط او صف من الخيط وبعد كده عملت صف تاني حبيت اعمل الصف التاني ده معاكم علشان برضو تكونوا شايفين انا بنف الخيط ازاي وبسبتو بالشمع برضو ازاي بصو احنا بنحاول على قد ما نقدر لما يكون في اي فراغات معنا آآ ندريها بالخيط يعني انا مساء عملت صف بعد كده لقيت لسه في فراغات تاني آآ من الكستر او من الفريم لسه عندي فحبيت ان انا اعمل آآ صف تاني بالخيط احنا حسينا ان لسه محتاجين نعمل صف تالت مفيش مشكلة وكمان لازم يكون عالي معانا شوية علشان يمسك برضو معانا الحلقات عشان لما نيجي نسبت الحلقات الحلقات ما تفكش مننا هتشوفوا طبعا كل ده دلوقتي ما تنسوش اللي اول مرة يتابعني اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وما تنسوش برضو تكتبوا لي رأيكم واكتراحتكم بص انا خلصتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين الوش التاني اللي هيبقى عليه الحلقات عالي شوية وهو ده اللي انا عايزاه جت الكورة الخشب دي وبدأت اثبتها زي الجول كده ليها من تحت بالشامعة ونسبتها كويس جدا علشان ما تفكش مننا وبعد كده بقى جبت الحلقات وبدأت اثبتها زي ما انتم شايفين عشان كده قلتلكوا عايزين الخيش خيط الخيش يبقى مرفوع شوية الفوق علشان يمسك معينا الحلقات وبدأت اثبت بالشكل ده عايزة لفت نظركم الحاجة قبل ما نسبت الحلقات الاول نبقى واغدين المقاس بتاعنا علشان نبقى عارفين ان العدد اللي احنا هنحطه هيزبط معينا الصينية كلها يعني انا مسلا بالطول حطيت ست كطع وبالعرض حطيت اربع كطع وخلصتها بالشكل ده طريقتها سعلة وبسيطة ما فياش اي حاجة وشكلها شيء جدا ما تنسوش بقى تقولولي احبتوها ولا ايه تعالوا بقى لما نشوف مع بعض تاني حاجة عملناها وهي الكندجار وحبيت اعمله بشكل رمضاني كده نقدم فيه الطمر وقت الفطار مع العصير بصوا شكلها حلو جدا جدا وزي ما بقول لكم عملتها من حاجات يعني كانت موجودة عندي في البيت تعالوا بقى لما نشوف احتاج نايل الكندجار ده كان بطرمون موجود عندي حجم كبير وهو انسب حاجة للطمر وبرضو جبت خيط الخيش وبدأت اثبته على الجزء ده هنلفه طبعا كل بالشمع من فوق وبعد كده انتو طبعا عارفين ان انا مدام في حاجة مش محتاجة ان انا حط لها شمع ما بحط الشمع يا ان انا لفيت الاول والاخر بس هو اللي سبته بالشمع اما النصة اتمتع على لف ايدي زي ما دايما ما ما بقول لكم خلصتها بالشكل اللي انتو شايفينه وبعد كده جبت الغطى وبدأت الف عليه الخيط بالشكل ده حبيت اعمل الخطوة بتاعة الغطى كلها معيكو علشان كان فيه بنات كتير قوي سألني انا بعمل الغطى ازاي او بلف الخيط عليه ازاي الطريقة برضو سهلة وبسيطة ودايما نبدأ من تحت ما نبدأش من فوق انا عارفة ان مننا ناس كتير قوي بيبدأوا من النص الاول لأ ده ما بيكونش صح المفروض نبدأ من تحت الاول يعني من اخر الغطى مش من اول الغطى انا لقيت ان الطريقة دي اللي بتزبط اكتر معينا يعني في الاول برضو كنت بلف من فوق لأ ما حبيتهاش بتزبط اكتر من تحت طبعا انا هلف كله بالشمع انا بس يعني الجزء اللي في النص هو بس اللي سيبته علشان هيتزنق معينا زي ما انتو شايفين كده بايدي وبعد كده بقى كله هنثبته بالشمع بشوا فكرة كده يعني سهلة وبسيطة زي ما قلتلكم وكمان حلوة قوي تبقى موجودة عندنا كده على الترابيزة بتاعة الليفنج او بتاعة الانترية او كمان على ترابيزة الصفرة وقت الفطار كده احنا طبعا كلنا في رمضان اول حاجة بنفطر عليها العصير والطمر يعني تبقى دي كده محطوطة بشكل شيء كده وقت الفطار آآ فيها الكنديجار اللي فيه الطمر وفيها العصير بتاعنا بس يعتبر كده احنا خلصناها بالشكل ده طريقتها سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة وكان جاهز معينا البطرمان بالشكل اللي انتو شايفينه حبيت بقى انا نديله شكل رمضاني زي ما قلتلكم آآ جبت المجسم ده هو فخار وبدأت اثبته بالشمع في النص ده هو حجمه صغير مش كبير فعشان كده انا استخدمته آآ بالشكل ده ومتوفر عادي يعني موجود مش اللي هو مش موجود في المحلات لأ هتلاقوه موجود خلصتو بالشكل ده حبيت برضو اضيف له حاجة تاني برضو تدينا شكل رمضاني جبت الفرانشا دي وسبتها على الاطار بتاع البطرمان من فوق بالشكل ده وخلصتو بالشكل اللي انتو شايفينه ما تنسوش تقولولي رأيكم الطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما قلتلكم وما فيهاش اي حاجة خالص شايفين شكله بقى حلو ازاي كل السنة وانتو طيبين يا بنات وما تنسوش اللي اول مرة يتابعني عملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكو كل فيديوهدي استنوا فيديو جديد بشكرة جديدة بو يا بنات